السلام عليكم محاضرات قسم إدارة وتشغيل الموانئ لمعهد الموانئ الشركة العامة لموانئ العراق ونحن في المحاضرة الرابعة من الفصل الرابع آمل أن تروق لكم معاملات سفن محاضرتنا لهذا اليوم هي مصطلحات مناقشة الأعمال التجارية Business Negotiation Adams مصطلحات مناقشة الأعمال التجارية الحقيقة هذه مهمة جداً وضروري التعرف عليها أرجو الانتباه والتركيز مصطلح فوق الطاولة أو جهاراً نهاراً أو علنية Above board تعني أو يعني هذا المصطلح وهو الحوار الذي يكون بين شخصين أو شركتين على أساس العلنية والتعامل قانونياً وبصدق بمعنى آخر كل شيء فوق الطاولة وبدون مخادعة ولف ودوران الإنحناء للخلف Paint over backwards لما يكون الزبون أو المستثمر مهم لنا كثيراً لذا يتطلب الاعتناء والاهتمام به كثيراً لأجل كسب وده والحظوة بالتعاقد معه من أجل الفائدة سك على بياض Blank check وهو إعطاء الموافقة والحرية للزبون بأن يسأل ويتحقق عن شركتنا بما لديه من تساؤلات حول الموقع الأعمال إلى آخرين أيضاً كمثال الأستاذ سين منح صلاحيات التخويل للأستاذ سات حتى تحين الفرصة المناسبة bid your time وهي انتظار لبعض الوقت حتى تأتي الفرصة المناسبة للتعاقد لا تعني التردد أو عدم الثقة إلغاء الصفقة blue deer blue deer إلغاء الصفقة بسبب عدم الاتفاق أو غير ذلك مثال التصرف خلاف ما تم التعاقد عليه صفقة غير عادلة gate the row end of the deal تكون الصفقة غير عادلة لما تكون المباحثات غير جيدة مما يسبب إلغاء الصفقة لأنها لأنها عفواً غير عادلة أو غير واضحة وبذلك تصنف بأنها صفقة بائسة مثال عندما يطلب عدم طبع اسم شركتنا على المنتج الموافقة على عقد الصفقة come to terms يعني الوصول إلى التفاهم الكامل بمعنى الموافقة على العقد مبدئيا وبذلك بعد إتمام جميع إجراءات المباحثات والمناقشات الطويلة حيث تم التوصل إلى اتفاق وتحديد موعد التوقيع على إبرام العقد أشكر حسن متابعتكم آمل أن تكون المحاضرة قد راقت لكم وأرجو أن تتقبلوا تحياتي أنا الربان بشر البدران شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً